السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم فيديو جديد على القناة ان شاء الله اليوم سنجد المايونيز بالطريقة الصحيحة المايونيز الأصلية ستعتمدها ان شاء الله دائما ولا تعودوا انكم تشريوها لانها اقتصادية ورخيصة ندوز على بركتي الله المقادر ستكون بسيطة سنحتاج فقط بيضة واحدة بيضة كاملة سنحتاج ربع ملعقة صغيرة سنحتاج زيت نباتية من احسن انكم تضيف زيت نباتية لا تضيف زيتون لانها ستجد المايونيز ونضيف البيضة كاملة لا تحتاج انكم تستعملوا بيضة كاملة ونضيف البيضة كاملة ونضيف الكمية كثيرة المايونيز كما تشريوها من الخلف او لا ملحانات ستشريوها ثم تصوبها ببيضة واحدة ستطح لكم اقتصادية جدا ولديدة اذا جربتوها انا متأكدة انكم ستحضر المايونيز من طبيعة من طبيعة الحال سنخلطوا هذه المكونات بالخلاط الكربائي يعني تقدروا انكم تخلطوا بالخلاط اليدوي ولكن ستأخذ معكم وقت طويل احسن انكم استعملوا الخلاط اليدوي انا عندي هذا اليد يعني ضغياء كي يسر بليه ضغياء كي يوجدها لي صراحة كي ينفع بزاف نضيف هذا الكاز الزيت شوية بشوية يعني بحل الخيط او لا تقدروا يعني تضيفه في واحد القريعة وتبقوا تكببوا غير بشوية انا غير بشوري لكم القياس سأخذ كاز عنبه وضعت في الزيت يعني المايونيز على حسب مايونيز نضيف مع ذلك البيضاء شوية دي الملحة لان تساعدها بشوية بسرعة وصفي نضيف عفوان زيت شوية بشوية كما تلاحظوها هو القوام بدكيبان يعني نضيف شوية بشوية ثم يبقى لي وحضروا بعكز الزيت وصفي انا القوام يكون قاسح سنضيف الزيت إلا قوام جاري نضيف الزيت بكل سهولة لا تأخذ خمسة دقائق تكون واجدة وحضرواها في البيت الصراحة لم يكن نجريها نيائيا وعندما تعرفوا القوام بأنها وجدات لأنها تحضروا لأنها تحضروا لأنها تحضروا لأنها تحضروا لأنها تحضروا بشوية ثمات تقدروا تنسموها بالزعتار تقدروا تنسموها بمنسيمات مثلا تزيدوا لها لبزار ها هو القوام لها صراحة دباية وجدت لا يبقى لي ما نزيد لها حتى شي حاجة فقط نضيف لها واحدة معلقة صغيرة الخل لأنها تحضروا لأنها تحضروا لأنها تحضروا وقفة في تكليد الخل سوف نضيف لها واحدة معلقة صغيرة الخل أو لا تستطيعوا تحضروا معلقة صغيرة الحامض ونضيف خلطة خفيفة لكي ينسجم الخل ونضيف مايونيز واجدة بكل سهولة لا تحضروا صعبتها نهائيا وما ستشريها من اليوم أنا متأكدة إلا اعتمدتوا هذه الوصفة وشفتوا هذه الفيديو إن شاء الله فما تبخلوش علينا إن شاء الله باللايكات لأنها فعلا وصفة تستحق أنكم تجربوها وأنكم تدروا لها لايك لأنها فعلا تجيب حل لشارينها يعني ما كانش فرق نهائيا ومطبيعة الحل كتحرخيصة بزف كتح اقتصادية يعني بيضة وحضارات ما شاء الله ستغلوز لكم وصفة هنا نضيفها في واحد في واحد زليفة غير باش تشوفوا القوام ديالها أنتم ما ما شاء الله ولا بغيتوا يعني تكون نقصح من هاد الشي ما عليكم إلا تضيفوا واحد جوج معالق ديال الزيت أو ثلاثة المعالق وكتبقوا كالتربوتة كتتحصلوا عليها قاسحة كتر ماتش يعني أنا خليتها قوام دياله بحال هكذا وفجأنا وضعها في تلاجة ونقصح يعني تزيد القوام ديالها كي يعقاد كنتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها غير جربوها والله ما هدت ندمو راعت واللي معتمد عندكم هذه الوصفة الأصلية لتحضر المايونيز الديدة تجي روعة روعة فقط جربوها وردو عليها في التعاليق الصراحة هذه الوصفة المعتمد عندي وصفة التي تجربوها وصفة من المعارضة وصفة 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 كبيرة وصفة 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 كمية كبيرة وصفة التشغيل وصفة كبيرة المต roles التقليد مرات وصفة مهمة كبيرة كبيرة هذا هو القوام كما قلت لكم اتمنى ان اشتركوا في القناة اتمنى ان اشتركوا في القناة وفعل جرس اتمنى ان تجربوها وتردو علي و بصحة و راحة الى فيديو اخر مع السلامة الى اللقاء اترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة